السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقسم معكم وصفة النقاش وصفة جزائرية تقليدية من ولاية بجايا وكامل الولايات 500 جرام فارينان نصف كاس سكر ناعم قريصة ملح وخميرة مغيرفة صغيرة على راس المغيرفة 250 جرام مارغارين والسمن كما راكو تشوفو مرهمش دايبين على حرارة المطبخ يعني 125 جرام مغارين 125 جرام سمن وقعدا نبسس في العجينة التاعي كما راكو تشوفو اخديت يعني وقت وانا نبسس فيها يعني ندخل مليح لدام داخل الفارينة ديالي والا كما راكو تشوفو اخديت كامل وقتي بعد ذلك حكمت هكدا نشوفو يعني تحكم روحها ونبسس بسهولة يعني جب بيا سبل ما بات باليدام وجتة هنا 4 كاس ما و 4 كاس مازهر الكيسان هادو يديرو 250 مليلي لتر 250 مليلي لترى نصف ماء و مزهر وضع الفانيليا وضع الفانيليا و المزهر وضع المزهر وضع المزهر وضع المزهر نحن نحن نظر اجينه طريق ونصح لكم من الأحسن اتباة ليلة كاملة و من الصباح وبالتالي نصف هذه النصيحة الأول كيس بلاستيكي ودخل في الجداغ ولم اقوم بخليتها نحن نقوم بخلطة ٥ سوائع هنا نقوم بحوالي ١٠٠ جرام هنا تمر مفور ورحيته القرفة معمرة قهوة السمن من المخصصة قوم بحوالي خلال الصوار اضافة نحن نقوم بحوالي نحن ننسى المزهر أزينها 40 غرام 40 غرام نضيف ملعج نضيف ملعج نضيف ملعج نضيف ملعج نضيف ملعج نضيف ملعج كونا نضيف ملعج ي Bernie حكمت لها تريح في الفخيجي داغ لمدة حوالي نص ساعة حكمت لها بوشون تقرأة سعيدة حكمت لها النقاش تائي ولكن نقاش على بركم كين أنواع وأنواع وأنواع هنا كي نبدأوا ننقشو في الحبات نحكمو أم بانس ورهم هادوك تقيبات هادوك باش دينا واحدة لسقافي خطها كي ما راكو تشوفو دو ست فاصان وكين أنواع وأنواع وأنواع تاع النقاش هنا بعد ما نقشت حبات كامل قاعدت تاعي كامل خليتهم ريحو صدقوني ساعة ونص في الفخيجي داغ حيث يفصوا أم وحيث يفصلي خليتهم محي مريحو ملاح نسقمو كامل هادوك لكوتي ما نخلي هو شو لا تخاس اعلبو شون نحن بطبيعة الحال ونرفضو الحبات تكون حبات عادي وطيبتهم على داراجة مية وسبعين داراجة لازم نتحصله على اللون الدهب نحب بيض نحبه بيض و طيب مليح خطر نطيله قيمة كبيرة ما شاء الله والله يصدقوني كي كاني طيب فضال ريحت المزهر و ريحت الافاني تشاهي 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 جاء خوستيان يدوب في الفم بنا ولا اروع يعني بنا ما شاء الله سلام عليكم في امان الله سلام عليكم في امان الله